الناس اللي بتحلم برسول عليه قبل الصلاة والسلام الناس اللي بتحلم بالكعبة بالمسجد بالكنيسة الديني بقى طيب نبدأ باللي بيكسر فيه المناماتي ردوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كلنا معتقدين وأنا شخصيا على فكرة برضو كنت كده معتقدة إن الحديث الشريف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إننا لما أنام وأحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أقول بقى إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأاني فقد رأاني حق فإن الشيطان لا يتمثل به طيب أنا كنت فاهمة كده وكلنا فاهمين كده إننا لما ننام ونحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم إن ده النبي صلى الله عليه وسلم لا بقى يا ردوة فيه مفهوم غلط جدا هنا لأن الحديث صلى الله عليه وسلم بصورة متفق عليها إنه لا يتمثل في صورتي اللي هي إيه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في السنة يعني بالأوصاف اللي هي موجودة في الأثر إنه مثلا لو إحنا نتكلم عن لوم بشريته الأبيض اللي مختلط بالحمراء عريض من كبين لا بالطويل ولا بالقصير بعض المعصفات اللي إحنا بنقرأ عنها في السنة لابد أني لما أشوف النبي صلى الله عليه وسلم أشوفه في هذه الصورة ما ينفعش يجي النبي مثلا أمرد يعني بدون دقن وأقول أنا شفت شخص وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم وشخصي كان شكله كويس ويبقى بدون مثلا اللحية وأقول إنه هو ده النبي صلى الله عليه وسلم لأن كده الحديث موضح جدا جدا إنه لا يتمثل فيه صورتي أي بشكله الحقيقي لكن وارد أن ييجي الشيطان في صورة أخرى آه مش بالملامح بقى بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية فلابد لما أشوفه أشوفه كما ورد في السنة دي حاجة كمان يردوا البشارة في جانب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنه كمان فيه حديث الحديث بيشير إلى إن اللي بيارى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يرى في اليقظة يعني إيه في اليقظة؟ على الحوت لما نشرب إن شاء الله بإذن الله تعالى من يده شربة لا نزمع بعدها أبدا إن شاء الله فديه اللي هي الرؤية في اليقظة يعني اللي يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم فيه رؤية صالحة مباشرة ده معناه إنه إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيبشره بالجنة أو هو مبشر بإذن الله بالجنة ولكن إحنا خلينا متفقين دايما يا رادو ما ينفعش إن أنا لما أشوف رؤية صالحة بتدي بقى إيه أتواكل عليها وقول أصلا خلاص كده أنا اتبشرت بالجنة ما فيه شيء بيتحقق بالتواكل لابد من الاستعي لتحقيق الأمر دي حاجة أوضاع بقى كتير جدا جدا ممكن فيه كمان حاجة بتيجي كده في زهن الناس إن الصالحين بس هم اللي بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي هم قريبين قوي قوي من ربنا يعني الناس اللي بتبقى مثلا لا مش قوي وقريبة من ربنا تبتدي تقولك أنا نفسي أشوفه بس أنا مش ملتزمة قوي فيه مدرسة تقول آه الصالحين فقط وفيه مدرسة تقول لا الصالحين وكمان اللي هم مش بيبقوا على طاعة كاملة أنا بنضم للناحية التانية اللي هم سواء يعني فيه طاعة كاملة أو فيه نقصان ليه؟ لأن الرؤية يا ردو يا إما مبشرة يا إما منزرة وتحضرني كمان رؤية لحد كان بيفصر المفروض أنها جات وقاليخي وكانت بعيدة كل البعد عن ربنا بعيدة كل البعد وقالت الكلام ده وقالت أنها شافت منام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخط الله على عينها مرهم وكانت شافت النبي صلى الله عليه وسلم في صورته وكان بيحط مرهم تفسير الرؤية كان إيه؟ أنه لازم بصيرتها تبتدي بقى تاخد بالها من دنيتها ومن حياتها وأن إن شاء الله ربنا هينير البصير منذر يعني بالضبط كده فعشان كده أنا قلت يا ردو أنا مع الشق اللي هو سواء يعني الأرهيبين قوي من ربنا أو اللي هم بيبقوا مقصرين في طاعة لأ ممكن يبقى المنام منذر بأن تجي لي رسالة وتكون سبب في هدايتي وإني أقلع عن زنب عن طريق هذه الرؤية وتكون مؤثرة فيها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فده بالنسبة للشق اللي هو في أنه الحديث صحيح أو لا دي حاجة الحاجة الثانية فيه أوضاع كتير جدا نقدر نشوف بها النبي صلى الله عليه وسلم منها لو أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيديني طعام الطعام ده معناها حصول على الرزق بشكل معين هيصل إليه وبدون تعب وبدون مشاق لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم راكب مثلا الناقة الخيل وأنا شفت ده ده معناها أني ربنا هيرزقني الحج وبسرعة زيارة بيت اللي وبسرعة أما بالنسبة لو شفتوا سيرا على الأقدام هو آه رزق بالحج ولكن هيجي متأخر شوي لو شايفة جنازة وبيكسر على فكرة كمان الموضوع ده في المنامات جنازة النبي صلى الله عليه وسلم دي معناها وقوع مصيبة في المكان اللي أنا كرائية شفتي في الجنازة بتمر في الشارع بتاعي مثلا في بيتي طلع الجنازة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم ده وقوع مصيبة وضائقة شديدة جدا جدا في المكان اللي هشوف في ده لو زورت قبر النبي دي معناها دعوة مستجابة ولأن طبعا لما بنزوره بنبقى وقفين في الرعوضة الشريفة لنا دعوة مستجابة فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة مستجابة وحصول كمان على رزق كمان لو شايفة في مكان خارب وفي فساد ومش كويس ده معناه صلاح هذا الأمر لو كمان أشوف مريض يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بشارة بالشفاء فزيء بعض الأوضاع لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أنه تكون مواصفاته وهي اللي موجودة في الأثر اللهم صلي عليك يا نادي شكرا يوسيقى